السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزاء الطلاب طلاب الصف الخامس مع الجزء الثاني من درس حق المسلم على أخيه المسلم وفي البداية دعونا نتذكر ماذا تعلمنا في الجزء الصابق قرأنا الحديث الشريف قراءة سليمة وتعرفنا على راوي الحديث وأيضا فصرنا معاني التراكيب الغير واضحة واليوم أعزاء الطلاب ماذا نريد أن نتعلم نذكر الصيغة الصحيحة لتحية الإسلام ونعدد فوائد زيارة المريض لكل من المريض والزائر ونستنبط واجب المسلم تجاه أخيه المسلم إذا مات هيا نتذكر سويا ما هي حقوق المسلم على أخيه المسلم كما درسناها في الحديث الشريف هيا نتذكر أمامكم الحديث أحسنتم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز برك الله فيكم وإجابة الدعوة وأخيرا تشميت العاطس أعزاء الطلاب يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واجبات المسلم تجاه أخيه المسلم وذلك لتحقيق الأخوة الإسلامية فيما بينهم ومن هذه الحقوق رد السلام السلام يا أبنائي وتحية الإسلام وهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه ولكن ما هي صيغة السلام الصحيحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرد عليه أخوه المسلم ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن أبنائي ما أثر رد السلام أحسنتم السلام يا أبنائي يجلب المودة والألفة والمحبة بين المسلمين وعليكم يا أبنائي ألا تهملوا تحية الإسلام أو أن تستعملوا غيرها من الأقوال التي انتشرت كما يفعل كثير من المسلمين الآن كأن يقول صباح الخير مساء الخير إلى غير ذلك فالمسلم الحق يحافظ على هويته الإسلامية ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كأن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير بالإضافة إلى رد السلام كاملا لكي نحصل على الأجر كامل وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن هيا نتأكد من فهمنا صيغة التحية في الإسلام المحبة والمودة بين المسلمين هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بارك الله فيكم عبارة صحيحة عيادة المريض علمنا يا أبنائي أن عيادة المريض معناها زيارته فعلى المسلم إذا مرض أخيه أي يزوره ولكن هل هناك فوائد لزيارة المريض للزائر أو للمريض؟ نعم هناك فوائد للمريض والزائر معا فأما المريض فإن الزيارة تخفف عنه من آلامه وتدخل السرور على قلبه وأما الزائر فإنه يحصل على أجر عظيم من الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا في الصف الرابع من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع ولكن انتبه أيها الزائر فعليك أن تتحلى بآداب الزيارة لتكون زيارتك نافعة ومأجورة ما هي الآداب التي يجب عليك اتباعها؟ دعونا نفكر حسنتم اختيار الوقت المناسب الدعاء المريض بما ثبت في السنة كأن نقول لا بأس عليه طهور إن شاء الله عدم الإطالة في وقت الزيارة عدم الإكثار عليه من الأسئلة وأخيرا إظهار الإهتمام به وبذلك فإن المسلم يقف مع أخيه المسلم في الصراء والضراء هيا يا أبنائي لنتذكر ما تعلمنا أجب عن ما يأتي ما أثر زيارة المسلم لأخيه المسلم؟ دعونا نفكر هيا أحسنتم يخفف عنه من آلامه ويدخل السرور على قلبه بارك الله فيكم ما الذي يستفيده الزائر؟ هيا فلنتذكر سريعا أحسنتم يحصل على أجر وثواب عظيم من الله تعالى اتباع الجنائز أبنائي ما واجب المسلم تجاه أخيه المسلم إذا مات؟ أن يتبع جنازته ويصلي عليها ويتبعها حتى تدفل هل للمسلم أجر إذا شهد جنازة أخيه المسلم؟ نعم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين عزيز الطالب هل تعرف ما هو القيراط؟ القيراط يا أبنائي هو وحدة قياس للأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأشياء الحساسة والمقصود به هنا أنه مقدار عظيم من الأجر والثواب شبه النبي صلى الله عليه وسلم بجبال أحد هيا نختبر معلوماتنا ما أجر من شهد الجنازة وصلى عليها حتى تدفن هيا نفكر أحسنتم قيراطان مرحب الله فيكم والآن يا أبناء الأعزاء ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا أن حق المسلم على أخيه المسلم كما ورد في الحديث الشريف خمس وهي رد السلام وعرفنا صيغة السلام الصحيحة وكيفية الرد عليها وأثر رد السلام بين المسلمين وعيادة المريض عرفنا معناها وفوائدها للمريض والزائر وآدابها اتباع الجنائز عرفنا واجب المسلم تجاه أخيه المسلم إذا مات وأجرها وتبقى لنا إجابة الدعوة وتشميت العاطس في الجزء القادم بإذن الله شكرا لكم على طيب الاستماع وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم على أمل اللقاء بكم في الجزء الثالث ولكن لا تنسوا تابعوا موقع التعليم الإلكتروني لحل الإختبارات والواجبات المرفقة تابعوا موقع التعليم تابعوا موقع التعليم تابعوا موقع التعليم